سلام عليكم ورحمة الله وبركاته على كل الحاضرين الزملاء والزميلات الحاضرين النهاردة الويبنار بتاعنا مساءك وسعيد في الأول بحب اعتذر عن احنا غيرنا معادي الويبنار النهاردة وخلنا يبدأ متأخر شوية ساعة عشرة مساء وذلك لأن كنت مرتبط بويبنار آخر وكانت دكتور خالد سياد كمان مرتبط بمعاد آخر فإحنا أسفين وبنشكر جدنا الدكتور رضا عبد العزيز محاضرنا النهاردة الغالي على تفهمه وعلى تغيير المعاد لكن إن شاء الله بإذن الله نحاول أن نحن نحافظ على أو نسبة المعاد بتاع الويبنار هيب إن شاء الله كل أسبوعين عندنا زي ما هو معلن وهيبقى بتوقيت الساعة سبع مساء بتوقيت القاهرة إن شاء الله اللي هو الساعة السادسة بتوقيت ألمانيا معاكم محمد جمال إبراهيم من كل حضر قبل كده ويبنات منعانا فعارفني وفي منكم ممكن يكون بديد أنا استشاري أطفال أنابيب هنا في ألمانيا أصولي من مصر ومن جامعة الزقزي وعشان كده أنا سعيد إن أنا أعمل مديريشن للويبنار ده لإن كل المحاضرين والسبيكر بتوعنا من جامعة الزقزي وبناء على سبيشير الكويست الطلب مننا كتير وهو الألتراسونجرافي وخاصة في مجال الجيناكولجي والأبستاتريك فعشان كده وبتعاون مع وحدة الموجات فوق الصوتية بجامعة الزقزي يعني قادرنا نحصل على مجموعة كبيرة من الناس في هذا المجال وبصراحة بنشكرهم في البداية على مجودهم وعلى إنهم تفرقوا بالوقت بتاحهم وتبرقوا بالوقت بتاحهم إنهم يعملوا البرزنتيشن بدايتهم ويقدموا محاضرات عشان يستفيد منها كل الحاضرين إن شاء الله بإذن الله وعشان الاستفادة تبقى دايما فإحنا في جمعية جسر اللي موجودة على أرض على أرض ألماني هنا بقى لنا أربع سنين هدفها هو نقل الخبرات ما بين الجانب المصر والجانب الألماني في جميع المجالات وخاصة في المجال الطبي فإحنا بنسجل المحاضر بتاعتنا وبنسيبها على اليوتيوب شانيل الخاص بجسر الدكتور خارد الصياد الرئيس السابق لجمعية جسر حطي فعلا اللينك اللينك في الشات فممكن نحن نزور اليوتيوب شانيل لو عايزين تعمل لها فولو بحيث أن يجيلكوا أبديت على طول إن شاء الله مع أول ما الفيديو بتاع المحاضرة بتعمل له أبلود على اليوتيوب شانيل وبالتالي فهو أفيلابل توني فور سيفن طول الوقت موجود في أي وقت فاللي ما يلحقش حاجة أو بسبب الانترنت ما سمعش حاجة أو عايز يسمحها تاني ما فيش أدنى مشكلة خالص اليوتيوب غالبا على اليوتيوب شانيل هيبها غالبا على التسجيل بتاع المحاضرة في خلال يوم أو يومين من بعد المحاضرة نفسها احنا بتدينا السلسلة اللي بنوح مرة تانية احنا بتدينا بسلسلة من المحاضرات السلسلة الأولية كانت مع الدكتورة راشا تكلمتها على البيزيك ألتراسينوغرافي وكانت حوالي خمس محاضرات برضو هتلاقوها على اليوتيوب شانيل مجموعة تانية كانت أدفانسد ويبينار وكان معنا الدكتور ريدا ودكتورة سومية ودكتور باسم ودكتورة شاهندة واتكلموا على في الابستاتريك ألتراسينوغرافي والمراضي معنا ممكن نقول وخاصة في حكاية الدبلر ألتراسينوغرافي اتكلمنا من أسبوعين كان معنا الدكتورة سومية وكلمتها على في الابستاتريك ألتراسينوغرافي النهاردة الدكتور ريدا بيكمل السلسلة دي بالمحاضرة الجاية أو المحاضرة بتاعت النهاردة واسمها فأنا برحب بحدك دكتور رضا أستاذ في كلية الطب البشري جامعة الزأزي وأحد أعضاء وحدة الموجات والصوتية في جامعة الزأزي وحاجة بالنسبة لي كان السينيور بتاعي وأستاذي اللي تعلمت منه في فترة ما كنت موجود في مصر سعيد جدا أن أنت حتاك تكون معنا دكتور رضا وبشكر حضرتك مرة تانية للمحاضرة والتفاهم حضرتك لتأخير معدل المحاضرة النهارة السلام عليكم وعليكم زي الصحة أخبار حضرتك الزملاء كلهم زي الصحة ما فيش مشكلة خاصة محمد وأنت من الإخوة الأعزاء اللي باحد بيعتز بصدقتهم ومعرفتهم وأخوتهم ودايما بنشوفك ساعي في الخير دايما على طول يا رب إن شاء الله ربنا يكريمك ويزيدك ويزيد نشاطك إن شاء الله للخير إن شاء الله رب العالمين حالفوشوكم دكتور رضا عفوالله يا كرحبت ومحمد اللي هارده إن شاء الله هنتكلم على Optimization of Doppler Ultrasound كانت الدكتورة سومية بدأت من الأسبوعين فاته تكلمت على Physics of Doppler Ultrasound بنكمل التوكس على Optimization of Ultrasound Doppler قبل ما نبدأ هيكون فيه شوية Definitions معنا يعني هنتكلم عليهم عشان نكون familiar ما نيجي نتكلم أو يجي لفظ يطلع مننا ولا حاجة نكون familiar مقصود بيه اللفظ إيه اللي اتطالع معنا فيه من Definitions ديه أتقال من الأسبوعين وفيه اللي هيبقى يعني هننوه عليه النهاردة إن شاء الله هنبدأ أول حاجة فيه بالدوبلر شفت الدوبلر شفت زي ما كانت الترسومية تكلمت من الأسبوعين قالت إن الدوبلر شفت ده ما يكون عندي بروب Ultrasound machine البروب بيطلع ويفز الويفز ديه تطلع بسيرتين Frequency which is called Frequency Transmitted These waves تدخل الباضي بتقابل البلد فيزل وفي البلد فيزل ده مو في موفينج الاربيسيز الموفينج الاربيسيز تعمل رفليكشن لي these waves عشان ترجع تاني للجهاز الرفليكتد ويفز دي بسميها Frequency Received Frequency Received ديه الفريكنسي اللي رجع أو الوفز يرجع بFrequency معين من الاربيسيز عشان الجهاز يستقبلها الجهاز هيستقبلها هيدينا وتسكور في دوبلر شفت الدوبلر شفت ده بيبقى منفستد عندي في الإيميج إزاي منفستد عندي في الإيميج لو أنا بعمل SPECTRAL DOBRAF لو بعمل COLOR DOBRAF يبقى منفستد عندي ب COLOR CHANGE بس بيبدأ يظهر في ألوان تظهر عندي في الصورة ولو بعمل SPECTRAL DOBRAF يبقى منفستد عندي بالليغراف اللي قدامي ده الجراف اللي قدامي ده عبارة عن two axes في vertical axis وفي horizontal axis الvertical axis ده represents the frequency اللي هي reflected velocity of RBCs اللي هي بتتحرك في blood vessel والtransverse axis ده عبارة عن frequency changes in relation to time يعني the frequency بتغير in relation to time بتغير في السسطول زي ما أنا شايف كده frequency تغير في السسطول وبيتغير في الدياستول this is double image or double spectrum حاجة تانية بيقول حاجة اسمها BALSATILITY يعني ايه BALSATILITY؟ BALSATILITY لو أنا شوف في اللي جراف اللي قدامي ده اللي كان في اللي ستايد دي بالفعل táirs between empathy booked to be bigger it is called BALSATILITY والبالستيلية هي رفلكشن ليلبريفرال RESISTANCE أو ميفور للبريفرال RESISTANCE وبالتالي وبالتالي من خلال بالتالي يعني كل ما تكونالبريفرال Resistence زايدة عني هيكون الفلو قليل في الدياستول وكلما يكون peripheral resistance حول هنا عندي هيكون peripheral high firm ديسطول يعني peripheral resistance هتزايد pulsatility هتزايد peripheral resistance هتزايد فدياسطول هيقل فهناق overt distance between the could of stone and the peaks of the stone زادت عندي peripheral resistance الإقت fir Vog is plus فهناق la difference between the peak of the stone and the peak of the diastole soll fall 所以 لذلك pul ears evaluation peripheral resistance and it can be evaluated qualitatively يعني إنما أشوف كده الإيميج هقدر أقول من خلال الإيميج دي البلسيتي للفيزل اللي أنا بعمله ده فيه high resistance ولا فيه low resistance ده حاجة كده يعني أنا أشوفه دكتور محمد يشوفه حد من الزمنة يشوفه أول ما يبص على الإيجراف كده من غير ما يبص على أرقام ولا أخلي بالك أنت بتعمل evaluation of high resistance أو أنت تكون عمله evaluation quantitatively بقى عشان حاجة تبقى مثبتة عندي كلام مثبت عندي أنا مش عارف لجراف أو ما بعدتش لجراف في الريبورد فبس كتبت أرقام الأرقام دي أول ما يشوف الأرقام دي يقول لي آه هو معنى كده إن الإجزامينيشن اللي هو عمله الإجزامينيشن ده كان في high resistance quantitatively المست أبورتان of these indices بتعمل evaluation البلسيتي البلسيتي البيك بتاعته الديستول اوائي من الخط البيز لاين هذا هو الخط البيز لاين اللي هو قصاد السنتيمتر برساكن الخط الاسمر اللي قدامي ده كل ما تكون البيك بتاعته الديستول بعيدة بينها وبين الخط ده مسافة معنى كده ان فيه low resistance فيه good flow through الديستول يعني ايه good flow through الديستول يعني the flow in presence of contraction of the heart في الديستول فيه عند flow during diastole مافيش contraction في ظهار برضو زرزق flow through the tissues معنى كده ان فيه the flow in one direction flow in one direction على طول رايح للتشوز طيب لو بدأ الديستول يقل البيك بتاعت الديستولي ال هتديني what is gold moderate pulsatility وده بشوفه ازيان بشوف ان فيه sharp high systolic peaks sharp high systolic peaks وانا شايف كده وفيه low diastolic peaks بدأ الديستوليك peaks تقرب من البازلين يعني معنى كده ان الديفرنس between systolic peaks والdiastolic peaks زادت قوي ومعنى كده this means resistance but still there is a flow during diastole يعني معنى ايه؟ يعني still the flow in one direction the flow in one direction to the tissues however if there is high pulsatility which is indicated by narrow systolic peaks زاد ما انا شايف كده narrow systolic peaks وبعدين اجي على الديستول على ايه absent diastole or even reverse diastole يعني معنى كده ان ال flow during diastole يعني اما وقف ما عادش رايح للتشوز او بدأ يمشي في and above the baseline بدأ تبقى reversing and opposite direction بدأ تبقى below the baseline this means very high peripheral resistance very high peripheral resistance بعد كده انا لازم اكون يعني ايه family rules the machine بتاعتي يعني دي صورة لمفاتيح المشين بتاعتي طبعا كل واحد من حضراتكو عنده المشين بتاعته هيلاقي ممكن يلاقي لو كانت نفس الشركة هيلاقي نفس المفاتيح دي هيلاقي شركة مختلفة هيلاقي البطن زيان زراير ديان موجودة بترتيب مختلف شوية على الترتيب اللي موجود عنده المشين دي بس انا بشوف المفاتيح اللي قدامي ديان ده مفتاح 2D doppler 2D gray scale مفتاح gray scale gain of gray scale ده مفتاح color color flow ده مفتاح power doppler ده مفتاح M mode ده مفتاح pulse doppler دي مفاتيح وين انا اكتفيت المفتاح ده ما بضغط المفتاح ده او method of activation موجودة بتبقى موجودة في كل جهاز بلاقي المفتاح ده بيديني color كده change في ال color يقول لك انت كده activate 2D gray scale imaging لا انت كده لو ال color هنا change يبقى انت كده activate color flow map power doppler انت كده activate power flow مود and pulse mode طيب زي ما انا شايف كده انا قلت لو انا ضغط على المفتاح هيديني color يقول لي ان انت عملت activation للمود ده انا ضغط على المفتاح بتاع color mode شايفين اداني ايه change في ال color معنى كده ان انا activate color flow ما بين هيبقى refleكتد عندي هيبقى refleكتد عندي على التصوصة من ال хорошо الصورة التي انا شايفو ده correct صورة التي انا شايفو ده and once not activate once not activate color flow color flow doppler تبعدوا لا يوجد شيء حسنا حسنا هيظهر لي عندي انت ده هذا البوكس ده بقدر اديريكت البيكس ده على الاريالي انا عاوز عمل لها اجزام بحط البيكس ده انا عاوز اعمل اجزام للامبلك الارتري بادور على الو في امبلك الارتري وارف بها حاطة البيكس ده عليه وابدأ اعمل البيكس ده بعمل فيه certain modification في البيكس ده ماشي طيب بعد ما عملت اكتيفاشن للبيكس ده هبدأ البطن اللي قدامي ده مفتاح الكلور فلو مابينج ده اقدر بغير فيه يعني بغير فيه يعني بحرك المفتاحين ده منا شايف كده وليس م نخ Schw fucks ده أي ده محرك المفتاح ده خلاقにده بحرك المفتاح ده محرك المفتاح ب lại أننا كده شوفت محرك المفتاح هايحصلين تع знаю الجن ده what gör Jenny العلامة الجن دهعين damage change فيه الجين بتزيد او بتقل بزودة وبالتالي هيزيد الانتنسيتي او كالر عندي على الشاشة او هيقل اكوردنجي تو الموديل او المكان اللي انا عاوز اعمال له اجزال اول ما اعمل اكتيفيشن للكالر فلو هيبدأ يظهر لي فيه مفاتيح تانية هتبدأ اكتيفييتد عندي هتبقى اكتيفييتد عندي المفاتيح التانية اكتيفييتد دي زي ما انا انا شايفا الشاشة كده ده مفتاح وده مفتاح وده مفتاح المفتاح اللي اكتيفييتد عندي ده زهر عندي حاجه اسمها مثل�amo وزهر عندي حاجه اسمها اوتبوت اوتبوت مينز الباور التاعة الكالر اللي انا اعمل منشغل بها الجهاز وزهر عندي الاسكيل في بعض الجهزة تانية بيزهر حاجه اسمها بي ار اف البي ار اف اما اجي thats of that اجي حرك المفتاح ده يمين واشمال او فوق وتحت او البرروب ان يحرك هو عامل لي هنا في الجهاز بتاعي بقول لانت لو حركته أمين وشمال سكرول المفتاح هيزود أو هيقلل الأوتبود إنما لو حركته فوق وتحت أبن دونواتز هيزود أو هيقلل سكيل هيزود أو هيقلل البي أر إف شايفين أنا بحركه فوقه ده ده مفتاح الأولاني ده ظهر المفتاح الثاني معي هو كان اكتيفيتد وانس لانا عملت اكتيفيتشل الكلور فلو بيبدأ يظهر المفتاح الثاني عليه في قايمة تانية بتظهر عليه نفس كان فيه عليه قايمتين ده كان عندي قايمتين وانا عندي قايمتين ده يكون عندي قايمتين قايمة الثانية حاجة اسمها بلان سنتكلم عليها بعد كده الولفلتر بحرك المفتاح فوقه ده بزود الولفلتر وهشوف دلوقتي الحاجات دين قداما بس بعرفك عشان مقول أنا زودت الولفلتر يبا زودت الولفلتر منين قللت الولفلتر قللت الولفلتر منين بوريك المفاتيح عندي والوظيفة بتاعت كل واحد فيه فيه مفتاح عندي اسمه البلسد ويف البلسد ويف ده أول ما ضغط على البلسد ويف كده ظهر لي اللاين ده بروح دايريكت على الفيز اللي أنا عاوز عمله اكزام وظهر مع اللاين دي في حاجة اسمها ايه الجيت اللي ظهر عندي ديان ديان ديست ستول جيت دوبلر جيت الدوبلر جيت ديان بقدر أزود الولفلتر بتاحه بقدر أزود وقلله وبحطها على الفيز اللي هو تارجد فور إكزام الجيت ديان بطر ان يكون لها يعني ايه فيه برامتر ازونا بأشغل الجيت ديان أو بحط الجيت ديان تكون موصلي موصلي نوت مور ذان تو ثرد يعني الديامتر بتاحه ما يكونش اكتر من تو ثرد اوف ذا فيزر وانس ان انا عملت اكتيفاشن لالبلسد دوبلر بيظهر اللاين مالجيت بتاعه وبيظهر كمان حاجة عندي ايه واتس جولد في المفاتيح اللي تحت ديان ظهر عندي زهر عندي مفتاح ثاني المفتاح ده ظهر فيه حاجة اسمها أنجل amd baseline الانجل ديها العبارة عن ايه يعني انا ما بأزود الانجل ديان أو أقل للانجل يعني الانجل ديها عندي اللوقتي زر ازود الانجل أو أقل للانجل عشان اتحكم في المغنيفيكيشن او اتحكم في الفيروسيتي او او زي ما هنتكلم بعد قد إما أزود الأنجل أقل الأنجل وأزود الأنجل هتبقى نفيز شوفوا خلي بارك في اللاين بدأ يظهر ده أنا كده بحق بأيه بعمل موديفكيشن للأنجل اللاين فيه لين بيظهر كده بحصل الأنجل بغير في الأنجل بيبدأ اللاين ده يتغير ليه عشان قدر المستطاع أكون أحاول في الـ ديريكشن أوف الفلو عشان أجيب ماكسيموم في فيلوسيتي طيب أنا الشاشة عندي أول ما بعمل اكتيفيشن للألترا ساوند مشين بتاعتي بيبدأ يظهر عندي قوائم في الشاشة يعني كل حاجات دي عشانها بقى فاميليا يعني ما تجي أنا مشتغال على الألترا ساوند مشين بس جالي الريبورت وجالي الريبورت بدأت أبص في الصور المحطوطة في الريبورت فببص في البرامتر اللي موجودة قدامي في القوائم الموجودة قدامي دي أبا فاهم القوائم دي معناها إيه رقم واحد يا وانا شفت ده ده في الجري سكيل ايميجن دي قايمة الجري سكيل ايميجن شفت يا حاجة اسمها ثيرمال اندكس فور سفتي تشو تي اي اس ثيرمال اندكس فور بون ان ميكانيكال اندكس ودي حاجات فور سيفتي اف ألترا ساوند يعني بقول لي بحط اللي برامتر خلي بالك ان الالترا ساوند بتاعك بيطلع انرجي والانرجي دي هنتكلم عليها بعد شوية بس بقول الحاجات ديين فور تي اي اس مينز ثيرمال اندكس فور سوف تشو تي اي بي ثيرمال اندكس فور بون ان ميكانيكال اندكس و القيمة اللي ينبه ديالي هاي عليمين بدأ يقول لي ده نوع البروب اللي موجود عندي اسمه بروب ده سي والفريقونسي بتاعه الفريقونسي بتاع البروب ده من اثنين التسعة ميجاهيرتس و دي مينز كيرفي لينيار بروب يعني مش لينيار جروب ماشي يعني كونفكس جروب واحد وثلاثين هيرتس دي مينزا فريقونسي او الفريم ريت مينزا فريم ريت اوف ذا بروب اللي انا شغال به high penetration ده sitting يعني كل إذا ما فيه cardiac setting وفي high penetration setting وفي 2D second trimester setting في المشينز كلها عندنا فقد اسمه high penetration setting HIs means harmonic imaging HIs means harmonic imaging H ده degree of harmonic الهارمونيك عندي إما low إما medium إما high high harmonic GN means gain اللي هي gray scale gain C9 means dynamic range M4 means maps number of maps كل جهاز هيلائع عنده في في sub 2D أو sub gray scale title sub gray scale title ده وفتحه هيدي من ضمن الحاجات اللي هي موجودة في المابس أو تشتغل بماب واحد الشركة حطى لي كذا ما بتشتغل بالماب ديان ماب واحد ماب اثنين ماب تاته واحد SRI means speaker reduction image CRI means compound image دي قائمة اللي بتظهر عندي في شاشة الصناع لو عملت اكتيفيشل للكلر بدأت تظهر قائمة تاني تحت قائمة الجري سكيل القائمة ديان خاصة بالكال Gns means gain Gns of the color frequency of the color low wall movement filter ده reflection ال wall filter وده ب uszz وده بقدر اغيره فيما هنا كتب لي ميد فيه اجهزة او في أجهزةah maeكتب ل ner yay put it تكتبوا ارقام في آرقام وفي اجهزة بتركيبه ارقام وفي جديل القائمة wouldn't have a scale كان في الـ gray scale one bar all إنما في الـ color بدأ يظهر عندي two bars gray one for gray scale and one for color flow mapping one for color flow mapping لو لاحظنا الـ color flow mapping بتقسم إلى ثلاثة colors color flow mapping مقسومة ثلاثة color color الـ red والcolor الـ blue and in between the black one in between فيه black line color ده color red فوق أو color red تحت ده أنا بحضر أغير من direction of flow direction of flow towards the probe ممكن أخليه red أو ممكن أخليه ده أنا اللي بتحكم فيه ممكن أخليه blue إنما الـ black line ده this is the baseline between color red and color blue في مع في الـ gray line ده في الـ gray line أو في الـ gray bar ده فيه green في الـ green line بدأ يظهر لو شايفين الـ green line اللي قدامي ده الـ green line ده بمسه حاجة اسمها الـ balance أو الـ priority في بعض الأجهزة هنشوفه بعد شوية طيب لو عملت اكتيفاشن للـ pulse الدبلر بدأت تظهر قيمة ثالثة عندي كانت القيمة الأولينية قيمة الـ gray scale القيمة الثانية قيمة الـ color flow mapping القيمة الثالثة اللي بدأت تظهر عندي قيمة الـ pulse الدبلر الـ pulse الدبلر برضو فيه gain of pulse الدبلر وكان ده مسؤول عنها مفتاح الـ pulse الدبلر مفتاح الـ pulse الدبلر لانا أولا عملت له اكتيفاشن ظهر عندي الـ line ده اللي مرسوم قدامي ده هو المسؤول عن الـ gain of pulse الدبلر الـ gain دي يعني هي بتبقى represent ده عندي في الـ graph بالـ degree of brightness of the wave degree of brightness of the wave يعني ايه؟ يعني فيه certain circumstances واني بعمل examination بلاقي الـ wave عندي هايز الـ wave عندي مش واضحة قوي فعشان أزود أجأ إيسها وهي مش واضحة قوي كده إيسها automatic أنا ألاقي الجهاز مش قادر يطلع الـ automatic measurements بتاحها فاضطر إن أنا إيسها manual عشان أزود الـ gain دي نؤدي فرصة للجهاز إنه ممكن يعمل لها examination automatic فبزود الـ gain of pulse-dubler through ruling بعمل scroll للمفتاحة بتاع الـ pulse-dubler تورد أزود الـ gain أو أقلل الـ gain of graph عندي المفتاح ده ما بعمله ruling بعمل حاجتين بيزود الـ gain ويزود الصوت يزود الـ audio يزود الـ output يبقى بيزود الصوت بسمع صوت الـ waves عالية جدا وبيزود the brightness of the wave المفتاح ده كمان مش زي مش زي أنا عندي في الـ grey scale gain grey scale gain أنا عندي حاجتين بيزبط بيهم grey scale gain total gain بمفتاحة 2 دي اللي هو مكتوب عليه 2 دي اللي أنا أردتكم في الصلاة عنها بعمل scrolling بزود بالـ gain أو opposite side بقالل بالـ gain ماشي؟ بس مشكلة الجن هنا بزود total gain مش بزود جن في مكان معين بزود الجن all over the screen بزود الجن قدامي all over the screen ده في الـ grey scale عشان يتغلبوا اللي هم مش عاوزين يزودوا الجن في all over the screen بدوا يعملوا حاجة اسمها time gain compensation لا ده أنا عاوز الجن يزيد عندي في الـ areas اللي ما فهاش brightness ما فهاش power ques فبدوا يعملوا time gain compensation لا زود لي النص اللي فوق من الشاشة زود لي الجن بتاها ولأ أنا عاوز النص اللي تحت من الشاشة أو ال deeper tissue هي اللي تزود الجن بتاها في البالس الدوبلر ما يقدروش يعملوا الوضع ده مجوم يزودوا الجن في البالس الدوبلر زودوا الجن all over the screen عشان كده أنا لو زودت الجن هتزيد the brightness of the wave وهيزيد جنبها هيزيد الـ background noise هتزيد معايا تظهر قدامي على الشاشة ده as regarding the gain على طول الـ item اللي بعد الجن في الـ wall filter الـ wall filter ده بزوده من مفتاح الـ wall filter وده هنشوف الـ importance بتاعته بعد كده الـ sample volume أو sample gate اللي هي علامة اليساوي دي تظهر عندي في القائمة في نمبر ثلاثة أو نمبر أربعة في القائمة تظهر عندي رقم واحد بقولي الـ angle اللي بتاعتك بتاعت الـ sample volume دي أو sample gate دي الـ angle can شايفيني الـ angle كاتب لقصادها 0 sample volume angle 0 يعني الـ angle inline وإزا ultra sound beam بتاعتك وده طبعا this is the best when you measure velocity أو لو أنا بدأت أغير في الـ angle correction اللي هو مفتاح الـ angle اللي أنا وليته لحضراتكم هيبدأ يقولي أنت وصيلت الدجريعة دي في تغيير الـ angle ليه؟ عشان يقولي خلي بالك أنت لو هاتقس velocity والـ velocity دي هالحاجة مرتبطة بالـ angle يبقى خلي بالك فيه سيرت الـ limit أنت لو زودت الـ angle عن الـ limit ده الـ velocity المجرميس بوليسه بتاعتك هتكون إناكي ماشي؟ دي رقم واحد as regarding angle وكمان بيقولي size of the gate دي قديه size of the gate هنا 2 ملي وأنا قلت best size of the gate هي not more than two-thirds of the visible هيقولي الـ frequency بتاعك هيقولي الـ brf of the pulsed dobler مش الـ brf of the color flow الـ brf of the pulsed dobler طيب خلي بالنا من الـ parameters بتاعت the gray scale parameter especially the parameters دي وأنا مشغل السنة اللي قدام الفيديو اللي قدام ده هشوف فيه changes في الـ parameter ديان ولا لا شايفين؟ أول محطيت عملت اكتيفيش هالي الـ color flow ايه اللي حصل للـ parameters ديان؟ بدأت تزيد عنه ماشي؟ يعني شايفين؟ without color كانت thermal index for 7-2-1-4-boon كان 3-10 شغلت الـ color هلاقي thermal index بدأ يزيد 5-10 still accepted thermal index بدأ هيزيد معي أول ماشي حطيت البلصد وعملت له اكتيفيشن شايفين؟ thermal index وصلت لدي 1-8 thermal index for both which is most important item special بدأ يزيد 1-8 من 10 ده مش كده بس ده لو عملت كمان اكتيفيشن ليه triplex يعني ايه triplex يعني خلت بدلا 2-2 دي أو والجريسكي الاميش دي بدل ما خلتها فكسد قدامي والـ waves دي هي المتحركة فقط لا ده أنا خلت لاتنين اكتيفييتد يعني فيه حركة هنا وفيه حركة هنا ايه اللي هيحصل؟ شايفين؟ اللي حصل once ان انا شغلت اللي حصل 1-9 من 10 thermal index which is risky عشان كده فيه safety for examination by double ultrasound exam start by double ultrasound ليه فيه safety اللي ان double ultrasound بيوصل energy output higher than that of b-mood بس يعني عشان مش عشان بوصل energy مش اقدر اعماله مش اقدر اقول له لا انا مش عاوزة عشان كده فيه guidelines اللي guidelines بتقول ان انت start exam by b-mood and مش عالخواضي والمليان استخدم color يعني على سبيل المثال وانا بعمل examination الفيتل هارت ماشي especially في السمسطر عاوزة شوف الفيتل هارت بروح جاي فيه ناس بتستسهل وعشان تسمع ال patient صوت الفيتل هارت ساون ويهجاي مشغل البلس الدوبلر بلس الدوبلر اه هيدي صوت ويسمع بس ده هيوصل energy بلس الدوبلر عشان كده لازم انشغل color and the pulse الدوبلر ليس بس ده من 5-10 مينتز اه في السمسطر انه هيوصل heat عالية للتوشوز والهدية ممكن افكت على الارغانس حلو جد انا دلوقتي بعمل اجزام ادي قدامي baby وعملت له اجزام بالتو دي فشفت ايه اللي بيحصل قدامي ايه البيبي قدامي moving والهارت موفين apply color ما لقيتش فيه color الله ده الهارت انا شايفه بالتو دي بالجري سكيل شايف الهارت موفين على العكس عملت اجزام الفيتل هارت فعملت activation للقرار لقيت الدنيا سايحة قدامي مش عارف اعمل examination للفيتل هارت المشكلة فيه المشكلة في الoptimization ولا فيه باثولوجي فعلا في باثولوجي قدامي هو اللي عامل الموضوع ده يعني مشكلة اوبتمايزيشن ولا مشكلة باثولوجي موجود هو اللي مديني الصورة اللي قدامي دي عشان كده لازم الاول اعمل قبل ما اقول ان الصورة اللي قدامي دي ناتجة لازم اعمل اوبتمايزيشن للتودي للدوبلر ultrasound امج او examination الاوبتمايزيشن اوف دوبلر اوتراساون استارت باي grey scale امج اوبتمايزيشن يعني قبل ما اعمل اوبتمايزيشن لدوبلر اكزاميناشن لازم اعمل اوبتمايزيشن للجري سكيل امج قدامي مش هطول في موضوع الجري سكيل امج بس هقول البوينت المهمة قوي عندي اللي انا اعمل اشتغل عليها عشان احسن صورة التودي this can be do through enhancement of temporal contrast and special resolution especially the most important items or two items of special resolution which is axial and lateral resolution temporal resolution this is the ability to locate moving section at any instant type يعني كل ما تشو يتحرك قدام الالتراساون تلقط الحرجة بتاعته with high quality this means ان انا محتاج high frame rate عشان القطتش والمتحرك عندي والtemporal resolution دي مهمة قوي especially في الفيتال heart exam so to increase temporal resolution you should increase the frame rate and this can done through ممكن يتعمل من خلال ان انا اغير في الفريكونسي او اختار الفريكنسي المهمة عندي أو الفريكنسي بسيوتابل عشان تزود التيمبول أو تزود الفيتل الفريم ريت أغير في الدبث and the focus أغير في السيكتور أنجل أو الويدز of زا إيميج قدامي أعمل زومنج and مجنفيكيش على سبيل المثال أنا بعمل إجزام للفيتل الخط ماشي فظاهرة الصورة قدامي دي أنا صارت الإجزام كان الفريم ريت 42 هيرتز الفريم ريت عندي 42 هيرتز كل ما يزيد الفريم ريت في الفيتل هيرتز كل ما يعمل image optimization مورندومور فأنا عاوز أزود الفريم ريت ده ما اكتفيش بال42 هيرتز هزودها من خلال البرامتر اللي إحنا لسه زاكنيها لالوقت رقم واحد عملت decreasing depth عملت كده أقللت depth ده رقم واحد قللت depth اللي هو كده يعني بدأت depth شايفين depth كان كام عندي 15 سنتا ماشي ده depth فبدأت أقلل depth شايفين depth وصل عندي كام 10 سنتا depth ثم ثم الـ مت ماشي بعد 10 سنتا بعد 10 سنتا بعد 10 سنتا ماشي دي رقم واحد رقم اثنين الانجل اللي هي بدأت أقلل بس أقلله مش تدريد أن أنا إيه أخفي جزء من الاجزامين دو أورجان أنا أقلله كل الاجزامين دو أورجان قدامي ظاهر بدأت أقلل الانجل شايفين اللي فيرين مليات زادت دي أصبح مية واربعين فيرين مليات عني حاوز أعمل مور ان دو مور اميج اكواليتي هاي اميج اكواليتي فاروح جاي عامل ايه زومنج فده البوكس بتاع الزوم وعملته سنترته على الاريا اف اجزام تارجت اجزامين تارجت اريا قدامي بعد الزومنج اكتفية ماجنفيكيشن عندما وصلت في الآخر خالص شايفين اللي هارته قدامي عاد بتتكلم لوحده يعني أقدر عمله اجزامينيشن برزوليوشن عالي جدا الفريم نيجزاد عندي من اتنين واربعين الى اتنين وتسعين هارتز فده فريم ريت عالي جدا وده سيوتابل هيزود عند التمبر رزوليوشن وهي أكوالي براية لبعضة حقا النوع التاني من الريزوليوشن هو الاسباشال رزوليوشن وهي أكوالي براية في الابستتريك الاسباشال رزوليوشن ده عبارة عني بقول لي this is the ability to distinguish two points as separate يعني بديني details of the image يعني ايه يعني بشوف الاستراكشن اللي قدامي ده سيباريت ده على الاستراكشن الموجود ده سيباريت ده على الاستراكشن الموجود ده بقى ده را اعمل اجزامينيشن كل واحد يوم انما لو الريزوليوشن عندي باد رزوليوشن هلاقي التشوز دي نكون في لون كده ايه سايحة على بعضيها مش عالف اعمل لها ديلينيشن من بعضيها الريزوليوشن هم ثلاثة طيب سايحة على الاستراكشن ان الريزوليوشن ان الريزوليوشن ان الريزوليوشن اللي هيعمل لهم سيباريتشن ويظهرون كأنهم two points مش كأنهم one point يكونوا في السيم line of the ultrasound beam يعني الالتراسون بيم نازلة كده ده في السيم line يبقى this is and this is ما يفصلوا مع بعض يبقى معنى كده ان في good axial resolution lateral resolution ان two points اللي انا عوز اعمل لهم examination يكونوا perpendicular على beam of ultrasound يعني الpoint dian والpoint dian الاثنين دول كده perpendicular على مين على الالتراسون على الالتراسون الالتراسون بعض عشان كده ما يظهرون كأنهم two points معنى كده في good lateral resolution طيب ماشي حر الكلام انا عوز تقول انت عرفت اللي الالتراسون ازود ازاي الaxial and lateral resolution الaxial and lateral resolution are increased through اهم حاجة فيهم the frequency of the probe high frequency increase axial resolution and even lateral resolution يبقى رقم واحد كل ما زود the frequency of the probe بلاقي الaxial resolution تحسن عندي خوص دي رقم واحد رقم اتنين use of focus and the narrowing of the acoustic wind اللي هو الانجل كل ما اقل الفوكس اعمل لها اقول الالتراسون خلي بالك انت انا عاوزك تعمل direction على الاريا دي بس ازود الفوكس انا اقول الbeam تجمع يا beam of ultrasound عند الاريا دي انا عشان تجبيلي maximum detail of this area يبقى الفوكس احطها على الاريا targeted for examination ده هيزود the lateral resolution استخدم high frequency probe هيزود axial resolution في سيرتين برامترز ممكن استخدمها تاني عشان اعمل انهانس من في great scale optimization like harmonics use of harmonics and use of compound imaging compound imaging دي اللي هي موجودة في كل شركة بتحط لها اسم مسمى هي اتفعت عليه يعني في بعض الشركات تقول cross extreme في شركات تانية قليلا CRI وهكذا ايه فكرتها فكرتها ان الاريا اللي انا عاوز اعمل لها examination ديا اما examine بone cell line او more than one cell line طيب لو انا دايريكت عليها اكثر من one cell line more and more resolution يبقى compound resolution او compound imaging ان انا more than cell line more more than line انا بعمل بي examination لطارجت قدامي وبالتالي هيحسن لكواليتي افزا اميش او ان انا اعمل حاجة ان انا استخدم speaker reduction noise background noise اللي هتبقى في التجوز احاول اقل speaker زيان فاقل قدر المستطاع اعمل abolishing للنويز زي ما انا شايف كده اعمل activation speaker reduction شايفين الاميش النويز اللي موجودة هنا في حالة عدم موجود speaker reduction اعملها off هنا اقل من when activated speaker reduction النويز قلت خالص هنشوف ها live انا قدامي نخلي بنا من الماب اللي قدام دي او القايمة اللي ظهرت قدام دي بتاعت gray skin imaging بالراحة كده هنمشي السيني معنا انا بدعت السيني اه شايفين الactivated هنا في هرمونيك imaging activated كويس جد في speaker reduction activated في cri compound imaging activated طيب نشوف ما اعمل دي activation الواحد فيهم هيأثر على الimage عندي ولا مش هيأثر اختفت من قدامي الهرمونيك اختفت من قدامي .شايفين اللقاء الامج ؟ .سأفضل البنية .أعمل البنية الحرمونيكون إتصال الامج .شايفين الصورة قدامي طيبتي كيفelsius؟ هل ترون أن الصورة عملت إزاي بها تهيزي قدامي وخلص معمال دي اكتيفيشن للهرمونيك إميجنك طيب الأيتم الثاني اللي أنا أقلت عليه هو speaker reduction شايفين اللي صارت وفزا سيني؟ شايفين اللي صارت وفزا سيني؟ الصورة إز كلير، الإميج إز كلير، وانسنا نعمل دي اكتيفيشن للسبيك الرادكشن إني حصل في الإميج، هاد فيه نويز كتير في الـ background، نويز ظهرت قدامي والتوشوز معدادش يكلير إيه نافذة ما كان فيه اكتيفيشن للسبيك الرادكشن ولنفس الوضع في الفيتال هارت، شايفين اللي صارت وفزا سيني؟ الصورة الإميج إز كلين، هاويفر ما بعملها دي اكتيفيشن شايفين الإميج حصلت قدامي الزين؟ محصلت قدامي الزين، محصلت قدامي الزين، يقول للـ background contrast between tissues واناكتيفيت الديناميك اميج الكونتراست الديناميك اميج زيادة ما بزود الديناميك اميج الكونتراست بزيد عندي بين التشوز بزود الايكوجينيستي والهايبوكيك بزيد عندي فأصول اميج تبقى اوبتمايز قدر مستطاع انا قلت حاجات بسيطة في الـGray Scale Optimization هدخل بعد كده عملت اوبتمايزيشن هدخل اعمل اوبتمايزيشن للدوبلر Ultra Sound Exa زي ما انا قلت الفاينجس لانا بلاقيها ديان زي ما انا مشغل Color Flow على Featal Heart وما لقيتش فيه Flow This is poor or no Flow اوبتمايزيشن امبروبر امبتمايزيشن نفس الوضع شغلت Color Flow على Featal Heart لقيت الدنيا صاحة عندي خلاص مانش عمل اعمل اجزامينيشن او شغلت Spectral Doppler يعني اول ما شوف الشاشة دي كده قدامي او واحد بعيدتلي الصورة ديان وقوله ايه رأيك في الصورة ديان انا اول ما شوف هبص على البلسطيليت اقول اه البيكسيستولك حلو او انما فين الضيستول يعني الضيستول قليل خالص اند ايفن ميبه يبقى ابسنت بعد شوية اقوله اه ده فيه اقوله ده فيه باثولوجي في البيبي فيه فيتو بلاسينتال انسوفيشنسي اه او يترو بلاسينتال انسوفيشنسي الله قبل ما اقولي الكلمة ديان اشوف الامج عندي اوبتمايز وانا مش اوبتمايز يعني فيه فعلا ترو باثوروجي وانا صورة اللي ظهرت عندي ديان عشان فيه امبروبر او سب اوبتيمال ايميج اوبتمايزيشن سوف لازم اعمل اوبتمايزيشن للدوبلر قبل ما اعمل ادي قرار واخد ديسيجنس على ان هي يظهر قدامي. لقم واحد ستارت اجزامينيشن باي دوبلر ان انا اغير في دي التو اجري سكيل جيل بقلل لجري سكيل جيل فبيحسن صورة الدوبلر معايا زي ما احنا شايفين كده اول ما قللت شايفين الدنيا بقى خالص خالص بلايك قدامي فبدأ يظهر الكلر كويس طب نقارن كده اننا ماشيين مع بعض وانقارن انا لو ما قللتش لجري سكيل جيل هل الانتنسيتي اوف كالر بتاعت الدوبلر هتبى زا سيم؟ يعني شايفين مختلفة خالصة يعني الدنيا مختلفة خالصة شايفين الانتنسيتي اوف كالر مختلفة خالصة وانما دكتورة سيمية كانت اكلمتنا من سبعين فاتو ان الانجل دي از امبورتان for اوبتمايزيشن اشيالي للفيلوستي كل ما الانجل تقل كل ما تديني ويفز كويسة كل ما اقدر على اساسة احكم على الفيلوستي كويس يبقى ديكريز الانجل as much as possible color box size color box size ده مش عاوز أنا أزود مش عاوز أحط color box على screen كلها مش شايفيني الحاجة أنا عاوز أعمل color box على area, target area بس أحطه على target area وتوصم نهوطي على البخاليه minimum as much as possible عشان هقل يزود ability to detect slow flow gain of the carral هي جاي من مفتاح gain scroll يمين وشمال بعمل أزود gain, actual إحنا ما نجي نبدأ بنبدأ إنها by increasing gain بزود gain اللي عندما يحصل speakles outside الفيز اللي أنا عاوز أعمله exam وبعدين ببدأ أعلم gain اللي عندما تزبط شايفين ما الجان قلت قدامي تزبط عند الجان ها كانت بدأ بإيه شايفين ما أقللت gain فيه flow outside the visual ماشي أنا عاوز لا flow outside this is an artifact أنا عاوز the flow inside the visual بس عشان أعرف عمل exam كويس فهبدأ إيه أقلل color gain عشان أخلي the flow inside the visual ماشي يبقى أقلل gain بعدين velocity range أو PRF PRF ده مشكلة ومشكلة إن أنا according to the visual أنا عاوز أعمله exam ببدأ أزبط PRF بمعنى أنا هاعمل exam للفيتال هارت هاعمل exam للجريد velocity في الفيتال هارت والجريد بيزل عالية جدا فلو خليته على اليوجول PRF اللي جهاز عملها لي في اليوجول exam ماشي أو second trimester exam third trimester exam والمعمل exam هيحصل إيه واتس جولد اليازن هلاقي فيه موزايك color كده بقى موزايك قدامي فلازم أزبط PRF according to the indication of exam عاوز أعمل exam the visual large visual يبقى هعلي PRF عاوز أعمل exam للهارت هعلي PRF عاوز أعمل exam small visual فلو عاليت PRF معناها إيه أقول له معالش ما تدبليش waves إلا من الحاجة اللي ماشية سريعة أو اللي فاقى فلوه عاني أو ف small visual مش هيلاقي فيه البرامتر زيه فأول ما عالي PRF مش هيديني فلوه خالص في small visual اللي أنا عاوز أعمله exam يبقى according to according to the area اللي أنا عاوز أعمل لها exam بروح جاء ايه زبط PRF يعني ده عاوز أعمله exam فحطيت color flow ما بنجعليه أول ما حطيت color flow بدأ يظهر لي إيه مش زي ما الصورة هنا كده البر هنا كانتو colors color red and color blue لا ده بدأ يظهر إيه mosaic mosaic ده اللي هو بسميه اليازن اللي هنقول دوقتي بعد شوية هنتغلب عليه إزاي فلازم أقول له لا خلي بالك أنا بأعمل exam لجريد فيزل لجريد فيزل ده في فيلوس تعالي أول فمعالشي لو أنا حطيت عليه البي ار اف هيحصل إيه هيحصل واتس كولد اليازن فلازم أعمل تشينج في البي ار اف شايفين البي ار اف بدأ تعالي البي ار اف ها شايفين البي ار اف عالية معي إزاي بدأ إيه الموزايج كدر اللي كان موجود عندي في الصورة بدأ يختفي يبقى according to the end اللي أنا عاوز أمالها exam نعمل adjustment للبي ار اف ونفس الوضع برده لأنا بعمل spectral doppler exam اللي هو البلس الدبلر بقى عملت exam لقيت الصورة عندي ظهرة كدر شايفين واتس كولد اليازن اليازنج في الاسبكتر الدبلر اللي حصل الوضع عالية جدا فبدأ يحصل واتس كولد اليازنج ان الويف بدأ تبقى دي كابيتيتد عندي الويفز هنا دي كابيتيتد مش جاي باخر الويف وبدأ ويفز تظهر عندي ايه تظهر عندي تحت البازلائل فلازم أعمل ايه أعمل optimization الoptimization ده هبدأوا بي الBRF عالي الBRF يعني شايفين الBRF عندي تمانية وتلاتة من عشرة كيلو هرتز ماشي هبدأ عالي الBRF وصلت شايفين وصلت رفعت الBRF وصلت عاش عندي فبدأت الويفز بدأ يظهر عندي البيكس وبالتالي انا عاوز اعمل البيكس أو ريشيوز أو فقدر أعمل لها إيه؟ يبقى الاندكيشن لان هعمل اجزام لان هعمل اجزام لسمول فيزل يبقى هقالي الBRF هعمل اجزام لفيزل فيه فيلوسيت عالية جدا فيتال هارد هعالي الBRF البراميط اللي بعد كده اللي باشتغل عليه في المترجم اللي هو الوالفلتر الوالفلتر ده غالباً بيبقى مرتبط بي الBRF يعني ما عالي الBRF هلاقي الوالفلتر بي على الوحدة واعالي الBRF هلاقي الوالفلتر بل الوحدة ايه فايدة الوالفلتر ده؟ يعني هقول انا ما بعمل اجزام الفيزل بجيب كل الويفز الويفزِ الي طلع من الويفزِ ازها جايبة في ربيسيز是不是 بسرعات مختلفة اللي في في السنتر ناشي في غير أنبي أول ما تبدأ عن السنتر ولوصيته سي şekilde ما تخوص عن الويفزيلل يعرفت الويفزيلل و كتف اتقلي قربت من الويفزيلول بدات educated دخلت عن الويفزيلول ولا عمل إزيز من الهجمي التحوير bland الفيبريشن دا برضا هيطلع ويفز عندي فوقنا مش عاوز عمل لأنا عاوز عمل بعد فوقنا تحوز عمل طبق يعمل إجزام للبط فأقول له معلش كل الفيلوستيز كل السرعات اللي جاية سرعات قليلة أبولش الغهالي مش عايزها ما بكون بعمل إجزام فيه فيلوستي عالية أو أورجن كبير زي الهارد كل الحاجات اللي جاية من الول أو نير الول الغيهة ماشي فيروح جاية لغيهة ويجيبني الفيلوستيز بس اللي ماشى أو الاربسيز اللي ماشى بفيلوستي هارد حنلاحظ هنا الاربسيز اللي قدام نفس السرعات قبل كده اللي هو مين اللي هو اليوترين أرد عملت للو إجزام بلاقيت فيه جاي بكل الويفز كل الويفز اللي تبرع من اليوترين وال الي جاي من السنتر والي جاي من البريفوري والي جاي من الفيزل وال أنا مش عاوي جدا أنا عاوي أقلم أقلم الويفز دي أنا أخلي أفعل الإجزامات للضعب بس اللي فيه الفيلوستي العالية فهبدأ أعملي في الـ PRF هبدأ أعملي في الـ Wall Filter هبدأ أعملي في الـ Wall Filter شايفين الـ Wall Filter بدأ يعلي عليت الـ Wall Filter إما عليت الـ Wall Filter إيه اللي حصل قال لي خلاص الـ Visual Wall واللي نيري الـ Visual Wall أنا مش هبعته لك أنا هبعت لك بس الـ Blood اللي ماشي في الـ Center اللي ماشي بسرعة عالية جدا ولو لاحظتوا الـ Bar هنا قدامي هنا إيه اللي حصل تشينج في الـ Bar هنا إما غيرت الـ Visual Wall يعني أعرف إن الفيز الول اتغير زيان على البر إفرد ما بسيتش للقايمة دي بسيت لي البر الموجود عندي في شمال الصورة ده هعرف الول فيلتر اتغير زيان شايفين البلاك إيريا ديان ده البلاك لاين ده البيز لاين ده اللي بيبقى بتوين الريد والبلو كامر البلاك لاين ده له مهمتين أو له فايدتين رقم واحد هيقول لي ده البيز لاين هيقول لي البيز لاين وفي الاسبكتر الدوبرا وهيقول لي كمان الول فلتر بتاعك عملية الول فلتر ر mourning وفي الويدس بلاك إيريا الويدس بتاع البلاك إيريا دي ا Jour بين كل ما تقان مع لاكده الول فلتر بتاعي قليت يعني أنا مخلل الول فلتر كعلي عشان يجيب كل الوجز اللي يمشي في ال ايه في البيز الفز لده حتى إيه ان اللي جاية من الول بتاع الفز لده عليت البيرض لاحظوا البلاك اريا دي ايه اللي يحصل فهما بعلل بك اريا ار ايه شايفين شايفين البلاك اريا معليت البك اريا ايه شايفين البلاك اريا زادت دي معنى كده ان الوال فيلتر لبتاك انا شغالب والفلتر عني قوي يبقى معنى كده هيقبولش مش هيجيبي الوايفز اللي راجع من الواال بتاع الفيزل وكمان مش كده بس وممكن ما يجيبش الويفز اللي راجع من الاربيسيز اللي هي بفلوسي وليلة اللي ماشي نير نير الور طيب كمان نقطة مهمة جدا الصورة أنا كنت لسه جيبها من شوية كانت ايه أول ما شفت الصورة ديان كده أحطي ده على قلب ليه أقول له إلحى بسرعة ده الداياسول بتاع البيبي ده بتاع الامبرايكال فيزل ده الامبرايكال ارت الداياسول تاعه قليل قوي وكمان ده مقرب مقرب يبقى absent مقرب يبقى absent إلحى بسرعة ممكن تعمله termination لو هو mature enough عشان ما يدخلش منك مثلا في ايه في certain communication or I of D ماشي بس قبل ما أقول له الكلمة ديان أبص على الصورة اول ما أبص على الصورة كده اقول ايه اللي عرفه انه هو شايفين البيزلينة ده كاترة البيز لاين ده ودي الويف دي لو فعلا او نير انه هو يبقى او ابسنت ان دياسطول هلاقي الويف بتوصل للبيز لاين انما هنا الويفز مش واصلة للبيز لاين معنى كده ايه معنى كده الفلوسيتز القليلة مالغاية من هنا اللي هي بتاعت الدياستول مالدياستول تبتبع الفيروس فيه قليلة لانه مش جاي من البامبين جاي من الريكويل بتاعت البلاد فيزل جاي من الريكويل بتاعت البلاد فيزل فايه فالسرعات بتاعته قليلة انا عليت البيع الريف ودرجة انه هو نغى الويفز اللي بتبقى الفيروسيتز فيها قليلة اللي هي الدياستول دورنج داستول هي بتبقى الفيروسيتز دورنج داستول قليلة جدا عشان كده ما زبطت الول فلتر بقيت فيه فلوك ويس في الدياستول يبقى الصورة اختلفت عندي خاص معنى كده ايه معنى كده ان انا ما تجي لي صورة زي دي اول ما ابدأ ابص عالويف على طول ما تخضش وابص عشاك دا ابسنت ان ضيسوليك اولينه يكون ابسنت ضيسوليك اشوفه فعلا دا ابسنت ولا دي فلوتنج ويف دا فلوتنج ويف دا عالية خالص عن مين ان فيه صب أبتما لما علش ارجع تاني لعملك الالتراسون قوله اعمل لابتمايزيشن لبتاعك واعمل ريئجزام تاني شوف فعلا فيه ابسنت ان ضيسوليك او فيه تشانجز فيه الضياسول ولا مفيش تشانجز الـ Color Priority الـ Item اللي بعد كده اللي بعمله Optimization عشان تديني صورة Color Doubler Image N كويسة أو Spectre Doubler Image N كويسة اللي هو الـ Color Priority بعض الأجهزة بتسميه Priority وبعض الأجهزة بتسميه Color Balance وبالانس دي يعني فيه بالانس بعمل بالانس بين بين the color and the gray scale يعني أقول مين فيهم اللي يبقى أكتر مين فيهم اللي أنا عاوزه أكتر من التالي مين فيهم اللي أنا عاوزه أكتر من التالي لو شفت هنا اللي هو المفتاح لـ Color Priority أو Color Balance اللي هو قدامي ده عملت Activation للكارة بدأ يظهر للـ Color Balance ده الـ Color Balance ده يجي إما بأرقام كده أو بـ Degrees يجي بأرقام أو بـ Degrees الـ Color Balance ده Manifested عندي زي ما قلت كده بعمل بأشوف الـ Bar عشان أبدأ أشوف Manifested عندي بالـ Green Line ده Green Line ده Representing the Color Balance أو Color Priority إما أزود الـ Color Balance Scroll Color Balance يعني معنى كده إن أنا عاوز More and More Color أكتر من الجري سكيل في الفيزل اللي أنا بعمله إجزام شوف كده بزود الإيه هشوفت الـ Color شوفت الـ Balance بدأت ترفع ناحية الإيه الـ Color لا ده أنا عاوزه أقل أنا عاوزه برضه أعمل إجزام الـ Gray School يكون معايا في الصورة معايا في الصورة عشان إنه فيه Pathology الـ Color Balance ما يزيد ما يعملش Saturation ويغطي على الـ Pathology اللي موجود عندي ده فقالل الـ Color Balance شايفين بدأت تنزل Green Line بدأت تنزل زي معنى كده إن الـ Gray School هي الـ Gray Dominant هخلي الـ Gray School هو الـ Gray Dominant نشوف عالصورة تظهر قدامي إزاي شايفين ثاني الصورة بدأت أها إفلو عادي في الفيزل والفيزل والـ ساتيوريت باي بلاد وزيس الـ Color Balance في الميدلين بدأت أو ميدوي بين الـ Color وغري سكيل هعلي وأقلل في الـ Balance أشوف إيه الـ Effect شايفين بدأت أقلل في الـ Color Balance شايفين اللي بدأ يظهر في التشوز إيه بدأ يظهر فيه Gray Color Inside الفيزل شايفين الـ Gray الـ Gray Color ده اللي بدأ يظهر قدام Inside إيه الفيزل يعني بدأ إيه الـ Gray Scale هو lead اللي يحصل له Dominance over the color أو هزود الـ Priority شايفين ما زود الـ Priority كل الـ Gray Scale اللي كان موجود بدأ إيه بدأ يختفي والـ Color والـ الفيزل بساتيوريت مهمة دي مهمة مهمة زم أنا شايف كده شايفين الصورة دي ده إجزاء من الفيطال هار وإيه اللي أنا شايفه في Lift Ventricle ده ده إيكو جينيك فوكس أنا معلل البالانس هل شايفين البالانس عالي بمور ناحية الـ Color فعمل عمل Saturation لكل Ventricle Ventricular Cavity الدرجة إن إيه إن الإيكو جينيك فوكس اللي موجودة في الفينتر اللي في Lift الفينتر ما عددش ظاهر أقضاء مما فبعمل بقى Optimization للبالانس ده شايفين معملة Optimization نزلت البالانس شوية ناحية الجري أكتر فبدأ يظهر إيه بدأ يظهر الإيكو جينيك فوكس موجودة عندها شايفين إيكو جينيك فوكس بدأ تبقى موجودة عندها ماشي وده مهم كمان إيمكن إيكو جينيك فوكس دي ماشي pathology لو كان isolated ده مش مهم أوي إنما مهم أوي في الناس اللي بعمل ه vascular exam vascular exam ممكن يكون فيه clot في thrombosis inside the vessel وتعام complete occlusion لل vessel بتاعي في إيه اللي بيحصل فما يجي أنا أعلن priority دي أو balance هيحصل saturation للclot دي كله saturated فمش هتظهر قدامي thrombosis الموجودة inside the vessel فلازم أعلن balance شوية أقوله خليك between between gray scale and color عشان لو في pathology يظهر قدامي في ال vessel اللي أنا بعمله exam so الصورة دايما هي مع أنا على طول بعمل examination الفيتال heart أنا شايفه بالgray scale لما حطيت color مش ظاهر قدامي خالص color الله طبعا الهرت بتحرك يبقى في sub optimization فلازم أعمل optimization هعمل optimization إزاي بقى شو صور ما يكون ما فيش عند flow absent flow أو minimal flow عشان أزود اللي بعمل إيه هشتغل على كذا برامدر هقلل الBRF شايفين الBRF هنا شكرا هقلل الBRF ده الBRF قدامي كان عالي جدا أزز start of fix z هبدأ أقلل الBRF شايفين الBRF قل بدأ يظهر color عن الله كويس بدأ يظهر color عن كمان هشتغل على الBRF هقلل الBRF عشان أتأكد فعلا إن ما فيش flow في الاريا لأنا بعمل إيجزيم ممكن الهر ده كوي سيظهر flow على أي حاجة هتظهر فيه flow ولو flow لاي إن ما في areas مثلا أنا بعمل exam tumor و رائد ستر عاوز أشوف tumor ده في vascularization عاوز أتفرق إن كان بلد كلوت أو و و فيه موجود في الو و عاوز أتأكد إن فيه فعلا فيه flow وبالتالي ببقى أول ما ألاقي flow في الو و يكون فيه صلد بار أو أبدأ على شوى أبدأ أخاف تكون suspicious فعاوز أتأكد فيها flow أو أعمل إيه هروح جاية رقم واحدة أقلل الBRF أقللت الBRF ظهر flow هقلل كمان الو filter ماشي هقلل الو filter الو filter خليته على إيه على اللو بدأ يظهر flow more and more هزود even ممكن هزود ال balance هيظهر color more and more color so to increase to increase the flow decrease the wall filter decrease the PRF increase the gain color gain color gain برضو هنا هزود color gain يعني شايفين as the start color gain كانت آآ مش ظهرة ما عملش هنال تشينج عليها ما زودتاش لإن أنا كنت أعمل examen في طال هرد فكان زهر قدامي بس هزود color gain هقلل ال PRF هقلل ال wall filter هزود لل balance فظهر عندي فيطال هارت كويس جدا وبلسيت وقدر عمله examination وقدر عمل examination لأمبلاي كال فيزل الأمبلاي كال فين ومن ل ديكتس and et set نفس الوضع لده شغلت لقيت الدنيا هيص خالص color عندي مش عارف عمل لها exam فهبدأ أحاول أقلل الحاجات دي أقلل الاليازنج الموجودة عندي ده أقلل لأعمل optimization للمج يعني هبدأ أشتغل علي نفس البرامتر اللي كنت شغالة عليها قبل كده هشتغل عليها قبل كده الBRF أقلل جدا أن أنا أعمال لأرجان كبير زي الهار فهبدأ أعلي في الBRF بدأ أتعلي في الBRF شغال الBRF بتاعنا اللي بيحصل الكلر بدأ يبقى subside بدأ يبقى confine للهار بس وهقلله أكتر بدأ يظهر في موجود في الهار عندي بدأ يظهر في ventric بدأ يظهر في atria الBRF بدأ يقلل كنت بدأ ب8 وصلت 4 و4 كيلو هيرتز مش كده بس وال scale برضه لأن الBRF هو scale في بعض الأجهز مش كده بس أنا هعمل كمان ال وال فلتر هبدأ أعليه شايفين ال وال فلتر كان له هبدأ أعلي ال وال فلتر ال وال فلتر بدأ يقل شوف يقلل ال وال فلتر وبدأ الواتس بتاع مين بتاع البلاك هنا بدأ يزيد معايا ال وال فلتر عليت ال وال فلتر شايفين ال وال فلتر علي بدأ ال color confined more and more لل chambers مبعدش في overflow outside cardiac chambers مش كده كبس ده أنا كبان هعمل ايه شوف كل ما قللت ال وال فلتر عليته وخالص هنا الواتس زاد وهنا الفلو بقى more and more confined لل cardiac chambers هشتغل على الجين هعمل ايه في الجين هنا هقلل الجين بدأ تقلل في الجين شايفين الجين هنا شايفين بعد ما كان اتقدي هنا شايفين الجين كان بدأ تقلل في الجين القللت في الجين القلل مور and more confined لل cardiac chambers يعني area vessel قدامي عالي جدا وفي flow عالي جدا نعم مش عالف عمل ه exam هعالل PRF هعالل الول filter هقلل ايه هقلل الجين طيب اخر ساب optimization ايه ايه انا بعمل middle cerebral doppler فبدأ يظهر للصورة قدامي دي ان الله ده ما فيش flow during the diastole شايفين bigs tool عالي جدا معي ها bigs tool موجود انما diastole ما فيش flow during the diastole ما انا عاوز اوصل للصورة دي معنى كده this is bad diastole يعني ما بخافش منه في middle cerebral انما بخاف منه مثلا في the diastole يعني لو الصورة دي في the diastole ana اترعب لو the diastole موجود وما فيش absent diastole flow ما فيش diastole خالص مش انا ابدأ اخاف جدا فابدأ اشوف ده sub optimization ولا الimage optimization دي في anthropopathology هبص على wall filter شايفين wall filter هنا كان 120 هيرتز يعني لتحت 120 هيرتز ما في wall filter زي ما حصل هنا قللت نفس البيش قللت wall filter شايفين wall filter بقى كان 30 هيرتز ايلا حصل بدأ يظهر عندي diastole كويس جدا ظهر عندي diastole كويس جدا ونفس الوضع الصورة كنت بتتكلم عليه wall filter عالي جدا wall filter عالي high wall filter فكان abolish diastole في الامبرايك اه دي انا اخاف بقى طيب اعمل ايه لو جات لي صورة زي دي كده نفس الصورة كانت مع انا وجيت اعمل اا activation diastole dubler فادقني الوافز دي ادقني الوافز دي وكمان الوافز ايه يمكن دي عالي شوية انما في صورة الوافز لقى ايه ادوب البيك sistronic فوق البي diastole على طول تيجي تعمل automatic calculation تجد الجهاز مش عارف ايه 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 عشان الجهاز automatic measurements يطلع حلو كويس عوز ايه الوافز العالية دي اللي فيها البيك السوء العالي دي بعيد خلاص البي سيقدر الجهاز ييس هالي كويس لو شايفين البرامتر وخدت بقى لكم من البرامتر اللي موجودة في الصورة دي الجين كانت اربعة في ايه اللي حصل في الجين هنا زودت الجين color جين زودت ال color جين زودت ال spectra doppler جين زودت الجين هنا ودي بيعملها ازاي من خلال ايه تفتكروا مفتاح البلس الدبلر لانا عملت ما الفه نحية اليمين والشمال ده هيزود البلس دو جين هيزود الجين بتاعت البلس دو زودت الجين بس انا مزود هالدرجة انها ما عملش ايه ما عملش نويز في ال باك جراون ماشي دي رقم واحد رقم اثنين الول فلتر هنا كان مية وعشرين هيرتز قللت الول رقم ثلاث رقم اربعة البرف كان هنا عش كان هاي بير اف هنا قللت البرف خليته سبعة كيلو هيرتز فهنا هتديني امبليتود كويس جدا في الوغف فهيقدر الجهاز يعمل لها اوتوماتيك ميجرمينت غير لو كانت الوغف قليلة ممكن ما اعملهاش اوتوماتيك ميجرمينت واضطر ان انا اعمل لها ايه مانوال ميجرمينت سو هوتو انكريز لويف امبليتود اثرو لان الدوبلر سيجنال دي بيعتمد على البلوت كل ما الفلوسيتي تزيد بتزيد الو امبليتود اف زاوية لقم اثنين فريكنس يوز هاي فريكنس هاي انكريز الدوبلر فريكنس يعني ايه يعني انا لو بشتغل على بألطر اصول البروب ودلوقتي البروبس كلها اغلب البروبات ما عادش كان الاول يقول لك البروب ده البروب بتاعه اثنين لقم البروب ده البروب عندي وائد رانجز في البروب في البروب فاقدر ازود او اقلل البروب ده هيأثر على الامبليتود اف زاوية كل ما خلي الانجل نير زيرو هتزيد الامبليتود اف زاوية الامبليتود اقللها بقدر المستطاع ان هي ما تزيد عن اف هتأثر على الامبليتود اف زاوية انظر ممكن اشوف انا بعمل اجزام دي كان صورة دكتور محمود قطب مدرس معنا في جامعة الزازي صورة جميلة جدا بعمل اجزام لس فلاقي في تسيستيكس بيس cns ابل كالر عليها فظهر له الباثولوجي ده ماشي ده انيوريزم اه انيوريزم اف فينوف جان ماشي او ان انا بعمل اجزام وظهر عندي بعمل اجزام لليوترين فيزل فظهر الكالر اللي هو مش عرف له هاي من ده يعني انا عندي تو كالر وان ريد وان بلو لا بدأ يظهر عندي موزايا كالر this is gold الياز اللي هو موزايا appearance of the color or hydrogenous appearing in the color نفس الوضع لو انا بعمل اجزام بال spectra doppler ظهر عندي ال waves دي ال waves اجي هاي ايه ما مش حال فاي زي الس decont الياز ال waves مش جاي كون بليت عندي وكمان جزء كبير منها ظهر تحت ال بيز مش عارف عمل لها ايه ميجر من ال 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 موجود في يصاب optimal optimization موجود في pathology لو في stenozis في visit او في arterial venus or etc او ممكن يكون موجود during normal لو في can get blood visils او the site of branch of the blood visils فانا احاول اعمل اعمل ايه اعمل optimization عسان اصلاح الانياز جدا هاعمل optimization ازاي في ال جين العاد في ال color flow مجل عاد لسه مدخلش على spectre ادي الموزايك appearance of the color هبدأ اعمل ايه هعلي drf هعلي wall filter عشان اقول له خلي بالك انا مش عاوز غير high velocity moving rbc بس شايفين ما بدأ اتعلف الحاجات دي ان اللي حصل قدامي الموزايك appearance of the color نسبير عليت الbrf عليت wall filter قللت الجين فبدأ الموزايك appearance of the color نسبير بدأ يبريجي اللون نازلة واللون الاحمر قدامي بس من ظهري نفس الوضع وانا بعمل examination by bars الضب ظهر الانياز عندي ده زي correct الالياز هنزل baseline عليت الbrf بعدين لسه عالي كمان بس نزلت الbrf بعدها تعالف الbrf عليت الbrf ده تماني خلي بقنا من الbrf ما يعني بدأ وصل 10 وصل الbrf قدرت اجيب الbrf وبالتالي هذا رئيس الايه هذا رئيس الانديس بتاعتي دلوقتي بتديني true بتقولي فيه فعلا pathology ولا ما فيش فعلا pathology and decrease frequency shift يعني انا احاول الويفز اللي راجعة من ال rbc تكون اقل من نص ال frequency اللي انا شغال بيه اقل من نص اقل ال frequency shift طب بيفرض لا دا ولا دا ولا حاجة ظبطت حالص معايا والاليازنجستيل بريزن هتطر ان انا استخدم حاجة اسمها continuous wave ultrasound ودي بتبقى موجودة في certain groups ما بتبقاش موجودة عندنا في الجروبس اللي احنا مستخدمها في روبيستاترك اني بايني اجزا another problem ممكن اقابلها وانا بعمل examination اللي هو ظهر قدامي دا ايه عملت examine فلاقيت بدل ما فيه الويفز كلها فوق ال baseline بدأت تظهر عندي waves تحت ال baseline this is called mirror image artifact this is called mirror image artifact والmirror image artifact دا بظهر لو انا مزود sample volume عالي جدا بحيث ان هو اخد فيزل جنب فيزل مش اخد وان فيزل او مش اخد وان كويل من فيزل يعني الامبالاكا الكورد ممكن يكون فيه كويل فالف جاي نزود حاطة الجيم ديان على 2 كويلز من الامبالاكا الكورد جنب بعن فهيضيني wave راحة وويف راجعة ماشي دا رقم واحد او تكون ال angle of insulation near 90 degree قريبة جدا من التسعين فهيضيني ايه هيديني الارتفاكت اللي بيظهر عندي دا احاول اصلح الارتفاكت دا ازايين رقم واحد هقلل sample gate الواتس بتاعها اقلله اخليها confined to one coel of visl دي رقم اثنين رقم ثلاثة احاول اقلل ال angle وبعدين ممكن اغير في الجين بتاعت بتاعت ال spectra زي ما انا شايف الجين هنا بدأت اقلل في الجين اها شايفين الجين بدأت بدأت مين اللي ان هي تختفي مين بدأت تختفي الميرور image اللي كان موجود عني قلصة الكلام ان الدبلة على الثلاثون is very important في الاجزامينيشن وقبل ما اشغل الدبلة على الثلاثون لازم اكون familiar مع الماشين بتاعتي عشان لو انا عاوز اغير في البرامترز اللي موجودة بعارف بغير في ايه وبغير ليه رقم اثنين رقم ثلاثة ما جاء عمل explanation او افسر الصورة اللي موجودة قدامي لازم اشوف كل حاجة مزبوطة في البرامترز اللي انا شغال عليها ولا فيه sub-optimal optimization وبالتالي هقدر ادي decision في الشكل اللي موجود قدامي وفي الصورة اللي موجودة قدامي احس انها تعبتكم اخدت وقت طويل معلش انا بعتذر على طول التوك واتعشم انها دارت اوصل حاجة يعني ايه نقدر نستفيد بها في daily activities شكري الف 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 شكرا دكتور رضا محضرة غنية ومليانة معلومات ويعني معلومات معلومات شيقة جدا والف الف شكرا للموجود حضرتك والفيديوهات والصور اللي حتاك عرفتها يعني حتى هي الكومنتات على طول اول ما حضرتك فالله استجازك الله خير وشكرا محضرة مفيدة جدا وعلمية فيعني شكرا الف الف شكرا دكتور رضا على المصدر وعنى من قوت اترك ترجمة نانسي قنقر